بينما يواجه الفلسطينيون في غزة واقعا أليما بين القصف والحصار والتجويع والنزوح يبدو حلم وقف إطلاق النار الذي يتطلعون إليه بعيد المنال رغم الضغوط على إسرائيل وحماس للقبول بصفقة تسفر عن هدنة في غزة لالتقاط الأنفاس وأطلاق صراح الأسرة وبعد أعلان حماس موافقتها على الصفقة تخليها عن شرط وقف إطلاق النار أعاد نتنياهو ليفرض شروطا جديدة أثارت دهشة فريق التفاوض الإسرائيلي حتى أن أحدهم قال إن نتنياهو يراكم الصعوبات ويسلط الضوء على الخلافات ولا يركز على النقاط التي تم الاتفاق عليها والتي يمكن الاستفادة منها حماس اتهمت نتنياهو بوضع العراقيل وحملته وجيشه المسؤولية الكاملة عن إمكانية انهيار مسار المفاوضات معتبرة أن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة يهدد المفاوضات وقد يعيدها إلى نقطة الصف ترجمة نانسي قنقر وفي مسار المفاوضات توجه رئيس المساد الإسرائيلي ديفيد برنياع إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد غد الأربعاء لمواصلة بحث الصفقة المحتملة ضمن لقاء الرباعي يشارك فيه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية وفيما تسير المفاوضات بين خطوط النار في غزة وكذلك لبنان أشروط نتنياهو الأربعة التي فاجأ المفاوضين فيها بالأمس كشفت وسائل أعلام إسرائيلية أن ما تم الاتفاق عليه هو الإطار العام للمخترح الذي أعلنه بايدن فيما نقاط الخلاف تتمحور حول موعد انتهاء المفاوضات ووقف إطلاق النار الدائم وإذا كان الجيش الإسرائيلي سينسحب من محوري فلاديليفيا ونيتساريم وإن كانت الطلعات الجوية للجيش الإسرائيلي لجمع المعلومات الاستخباراتية ستتوقف أثناء المفاوضات وتبقى أسئلة حول مفاتيح تبادل الجثث مقابل الأسرى الفلسطينيين وكذلك الجنود الإسرائيليين مقابل الأسرى وإلى أين سيذهب أسرى المؤبد الذين سيتحررون من الضفة الغربية مع إصرار إسرائيل على إبعادهم إلى غزة أو الخارج كما بقيت قضايا لم يتناولها المقترح تتعلق بمن سيوزع المساعدات على الفلسطينيين في غزة في المرحلة الأولى من الصفقة ومن سيتولى الحكم بدل حماس ومن سيدير إعمار غزة الذي سيبدأ في المرحلة الثالثة ويبقى السؤال لماذا غيرت حماس موقفها؟ لماذا تراجعت عن شرط وقف إطلاق النار؟ حماس اليوم تبدي مرونة مقارنة بنتنياهو في محاولة للإجابة على هذا السؤال كشفت وكالة الأسوشيتت بريس عن رسالتين وجههما قادة من حماس داخل غزة إلى قيادة الحركة في الخارج بين مايو ويونيو الماضيين تحثها على قبول مقترح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار مسؤول أن الرسائل تبين انقسامات داخل الحركة واستعداد بعض القادة العسكريين للتوصل إلى اتفاق سريع رغم عزوف السنوار الرسائل حماس تحدثت عن تأثير الحرب السلبي على مقاتلي الحركة وهو ما دفعهم إلى حث كبار مسؤولي الحركة في الخارج على قبول الاتفاق واعترفت الرسائل بمقتل عدد كبير من مقاتلي حماس وبدمار القطاع بسبب حرب إسرائيل في غزة تشير الرسائل حماس أيضا إلى أن السنوار إما أنه لا يدرك تماما حجم الخسائر أو أنه لا ينقلها بشكل كامل إلى الذين يتفاوضون خارج القطاع ويقول مسؤولان أمريكيان أن واشنطن تدرك أن الانقسامات الداخلية الداخل حماس مشيرين إلى أن ضغوط وسط مصر وقطر قد تكون ساعدت في تراجع الحركة عن بعض المطالب من جانبه نفى المتحدث باسم حماس جهة طاها نفى أي تلميحات بوجود انقسامات داخل الحركة مؤكدا أن موقف الحركة موحد ويتبلور من خلال إطار العمل التنظيمي للقيادة البعض يقول لك طب هذه أثمان المقاومة كبيرة صحيح يعني غزة دمرت وهل نحتاج أن نتجادل في ذلك هذا واضح لدينا لكن ومنذ متى كانت تحرير وكانت المقاومة وإنجاز الأهداف الوطنية بدون أثمان يعني كلنا نعرف ماذا جرى في فيتنام وفي أفغانستان أيام الاتحاد السوفيتي وأيام أمريكا وفي العراق وفي كل شعوب في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وشعوبنا العربية من المستعمر الحديث كيف تحررنا تاريخنا كل هذا لا تحرير ولا تحقيق أهدافنا إلا عبر المقاومة من القدس ينضموا إلى الكاتب الصحفي مجدي الحلبي أستاذ مجدي مرحبا بك استطلع منك ما يستغربه بعض أعضاء الوفد الإسرائيلي عن تصلب وتشنج وعند نتنياهو أمام ليونة وصفت من قبل بعض الأطراف من قبل حماس لماذا كل هذا الوقوف عند هذه النقطة من قبل نتنياهو؟ ما الذي يريده الرجل؟ الحقيقة أن من لا يعرف نتنياهو يستغرب ماذا حدث من يعرف نتنياهو لا يستغرب شيئا نتنياهو لا يهمهم أي شيء في الدنيا سوى كرسي رئاسة الحكومة وأن يبقى رئيسا للحكومة في إسرائيل إلى أبعد الحدود وإلى أكثر ما يمكن من وقت لكي يحاول أن ينظف أو يحاول أن يلمع صورته بعد أن تلطخت في السابع من أكتوبر بن يمين نتنياهو لم يكن يوما واحدا يهتم بمستقبل إسرائيل أو دولة إسرائيل كما يدعي نتنياهو يهتم فقط لمستقبل نتنياهو وصار نتنياهو ويئير نتنياهو وابنه الآخر المشكلة هنا في إسرائيل أن أحدا لا يعتقد أن نتنياهو جاد في أي مفاوضات يمكن أن تكون بينه وبين حماس إذا أفضت هذه المفاوضات لمكسب شخصي لنتنياهو سوف يستمر بها إلى النهاية فهم الإسرائيليون هذه المعادلة أستاذ مجدي فهموها وبالتالي من الممكن أن يستخدموا طرقا لشد الرجل إلى الخلف أنا أعتقد أن الإسرائيليين اليوم فهموا بالضبط من هو بن يمين نتنياهو نحن نرى التحركات في الشارع الإسرائيلي في تل أبيب تحديدا في القدس وفي أماكن أخرى نتوقع أن تزداد هذه التحركات حدة وأن يزداد العنف من الشرطة تجاه هؤلاء المتظاهرين والذين يطالبون بشيء واحد هو إنقاذ حياة المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة لا يطالبون حاليا بإسقاط نتنياهو هناك من يطالب أيام السبت أو الأحد دائما بإسقاط نتنياهو لكن هذه المرة الجميع يحاولون أن يكونوا على شيء واحد وهو إنهاء هذه المأساة واستعادة كل المختطفين الأحياء والأموات وإعادتهم إلى إسرائيل حاليا بن يمين نتنياهو مرتاح لأن حكومته الأربع وستين معه لكن مع الخلافات التي تطلق صحيح أستاذ مجدي إن قبل بالصفقة يفقد الحكومة وبالتالي هذا ما يشده ويوقفه عند نقطة معينة ولا يمضي بدور الوسطاء كذلك ولا يلين طبعا هذا هو المفتاح حاليا إتمر بنكفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وبتسال إيلش سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي يقولان بشكل واضح لن نوافق على هذه الصفقة الصفقة المقترحة من بايدن والتي وافق عليها نتنياهو واقترحها نتنياهو قبل أن يعلنها بايدن هم لا يوفقان على ذلك وهذا ما سيؤدي إلى الإطاحة بحكومته من جهة أخرى التحركات في إسرائيل أخي حسين يمكن أن تضي أيضا للإطاحة بنتنياهو لأن نتنياهو وصل إلى وضع جديد في الماضي في الأسبوع الأخيرة لم يكن لديه هذا الضغط من الشارع نحن نرى اليوم الشارع يضغط أكثر وهو الآن بين إما أن تسقط حكومته لأنه يذهب إلى صفقة وإما أن تسقط حكومته بالشارع لأنه يذهب إلى صفقة قيل له من قبل العسكريين على الأرض بأنك وضعت خططا وآمالا وأهدافا لا نستطيع أن نحققها وبالتالي لا بد أن تتعامل بطريقة مختلفة نعم نتنياهو تلقى من الرجال الآمن أو من العسكريين الإسرائيليين ومن أجهزة الأمنية الإسرائيلية الكثير من التحذيرات وأيضا الكثير من التقديرات ورئيس الأركان قال بشكل واضح يعني ما طلبته مننا لا يمكن تنفيذه هذا كان في الهروف المبلقة ثم تسربت هذه الأمور وهناك من اهتم بالتسريب الكثير مما قيل لنتنياهو في الفترة الأخيرة لقد قيل له بأنه إذا لن نذهب إلى صفقة فأننا سوف نحصل على 120 رون أراد آخر ونحن نعرف رون أراد موجود منذ العام 1986 خارج إسرائيل ويبحثون عنه لذلك هناك الآن مشكلة في إسرائيل يعني هناك كان تفاؤل مع المرونة التي أبدتها حماس وأيضا الضغط الكبير عن المرونة التي أبدتها حماس أستاذ مجدي اسمح لي انضم إلينا إلى هذا الحوار الآن من القاهرة الدكتور عمرو الشوبكي المستشار في مركز الأرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور عمرو مرحبا بك ليونة لدى حماس أو هذا ما تأمله بعض الأطراف وكذلك تسوق له بعض وسائل الإعلام نعم مساء الخير عليك وعلى الزميل الضيف وعلى السادة المشاهدين أهل وسهل يعني في الحقيقة هو كما هو معروف وكما قيل هي مرونة بلا شك لكنها مرونة اضطرارية مرونة للأمر الواقع مرونة أنه مر أكثر من تسعة أشهر على هذه الحرب بالأرقام خسرت حماس جزء كبير من مقاتليها من بنيتها التحتية تدمرت غزة سقط آلاف الفلسطينيين الأبرياء وبالتالي أصبح في هذه اللحظة هناك رغبة في الوصول لصفقة متبادلة بين حماس وبين إسرائيل الإشكالية الحقيقية لازالت تدور منذ عدة أشهر حول الانتقال من حالة الهدنة المؤقتة إلى وقف إطلاق نار كامل ونهائي حتى لو لم يصرح بذلك بشكل عالني بناء على التقديرات أو الرغبة الإسرائيلية لكن حماس قبلت أن ما تذهب إليه يسمى هدنة معقتة قبلت أن تضع مجموعة أو تحاول مع الأطراف الإقليمية والدولية إذا كانت مرونة يا دكتور إذا سمحت لي تأخذ ضمانات من إسرائيل ألا تستأنف القتال مرة أخرى بعد المرحلة الثانية وبعد أن يتم عملية تبادل الأسرة بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر